النهاركم جميل النهار ده هكلمكم عن شبح الزكريات المؤلمة والسلبية كلنا بيجي علينا وقت ونفتكر ذكرة من الماضي كانت مأثرة علينا بشكل سلبي لو استمرنا في التفكير فيها وبتفاصيلها هيحصل لنا حاجة من الاتنين أول حاجة هنحس بنفس رد الفعل تاني حاجة هنحس إن الموضوع أو الموقف ده لسه حاصل الحين فبالتالي إيه اللي هيحصل؟ هيحصل إن أفكارنا، مشاعرنا، تصرفاتنا هتاخد نفس رد الفعل يعني هحس إن أنا غضبان، متوتر، ألقان، حزين، حسب القهر كل المشاعر السلبية هتجدد تاني لأ مش بس كده ده كمان هيحصل إني هجدد ذكراها في عقلي فبالتالي نسبة إن أنا أنساها وأنسا أو أتناساها وأنسا تأثيرها السلب علي هتكون أضعف بكتير طيب، إيه الحلول اللي ممكن نعملها لو افتقرنا ذكرة مؤلمة أو سلبية؟ هقول لكم حلول بسيطة جداً وبشكل مختصر أول حاجة هسأل نفسي سؤال يا ترى الحاجة اللي دايقتني دي اللي أنا فاكرها دلوقتي ودايقتني دي يا ترى دي حاجة من الماضي؟ ولا من الحاضر وتستحق إنها تاخد من طقتي ومن وقتي علشان محتاجة رد فعل أو حل؟ طيب، في حالة إن الإجابة هي من الماضي أو الزاكرة إن إحنا بنتكلم عن الذكريات المؤلمة هعمل إيه؟ هعمل حاجات بسيطة قوي ممكن أول حاجة أغير وضع جسمي بشكل فوري يعني لو نايم هقوم أعود لو بتحرك هقف يعني هغير وضع الجسم بدون تفكير أول حاجة طيب، إيه تاني؟ ممكن كمان أعمل أي شيء يدوي أقوم أعمل مشروب، أجهز أكلة، كروشي، موبايل أي حاجة يدوي تسحب تركيزي وعقلي للحاجة اللي بعملها أو أتكلم في الموبايل أو تواصل مباشر مع حد بحبه أو بارتاح إن أنا أتكلم معاه وأتكلم معاه في موضوع تاني خالص تمام؟ كل ده ممكن يوصلنا لإيه؟ هيوصلنا إن أنا هقدر أخذ الستيب اللي جاية دي ودي مهمة جداً إن أنا هقدر إن أنا وقت ما تجيلي الذكرة المؤلمة دي أبدلها بذكرة مفرحة إزاي؟ أنا دلوقتي افتكرت حاجة دايقتني فوراً هافتكر حاجة أنا بحبها مثلاً نجحت في حاجة معينة لسه واخدى شهادة تأدير anyway ذكرة تانية أو موقف تاني مفرح بالنسبالي وأعودت أفتكر ويعني أخذ من وقت دقايق كده في كل التفاصيل أفتكر كل التفاصيل علشان يحصل نفس الحاجة اللي ممكن تحصل لي وأنا بفكر في الزكرة السلبية هيحصل إيه؟ إن أنا هتأثر بنفس المشاعر واخد نفس رد الفعل فبما إنها ذكرة مفرحة إذن أنا هاخد مشاعر إيجابية فرحون، مبسوط، مبتسم، فخور بنفسي فبالتالي هتأثر على أفكاري هتأثر على تصرفاتي وبالتدريج وبالتكرار للخطوات البسيطة جداً ديت أو الأفكار البسيطة جداً ديت هتلاقي نفسك قادر تسيطر على أفكارك ومشاعرك بطريقة أفضل من قبل كده نهاركم جميل، النهار ده هكلمكم عن شبح الزكريات المؤلمة والسلبية ترجمة نانسي قنقر